تهياتي لكم طاقة الكرة تعرفوا ان الكرة على طاقة رهيبة جدا من اقوى انواع الطاقات في العالم في عندك الكروية والبيضوية طيب شو هو الكرة رأسك كرة شكله كرة عينتينك شكله كرة واذا تلاقي الشكل اللي هيك فوق العينين هذا الجفن تلاقي شكله بيضوي بيضوي ببيضوي طيب شو عم تحكيها موفاء حويت طاقة العيون تمام فتحة انفاق دائرية ام ترقدوني على الشكل الهربي ما يكونوا عرفانين ان السر الحقيقي بالكرة وبالبيضوي لك بيضاتك اللي بيجيب فيها الولاد شكلهم بيضوي فرجك شكلك هروي فتخيل البيضاء دخلت بالكرة الكرة دخلت بالبيضاء ام ايجا ولد عم تفهموا قوة الخلق كيف بتيجي بالشكل البيضوي بالشكل الكراوي ام تفهموا ام تفهموا ام تفهموا طابطين او كروي موجود عندك هو سر لمنبع الطاقة يبرمج وتطلب طلبك على حزب الشخص عيونك تقوي طاقتها لتشوف ما لا يراه وانفك لتشم الشي اللي ما بينشم نصير عندك حاسة شم اقوى من الكلاب كلاب يارد نكون عندنا حاسة شم من الكلاب وين المشكلة ؟ وشو ؟ وادنيك بتسمع بيطلع بايدك تسمع حتى الجان والملائكة شو عم يحكوا اذا عرفت بس تشغل الطاقة هاي هاي الطاقة اللولبية الدوارة الدوامية اللي بفوت بادنيك اللي هي بتجيب لك الصوت الفحيح تبع الجان والملائكة وتسابيحهم من هود بتقدر اعمال التقنية كل واحد منكم يبلش يحط ايده على الشي الكروي اللي مويود في جسمه على الشي البيضوي ويبلش يبرمج الطاقة وعلى كل شي بالدواء طبعا هذا بيوصلنا لمرحلة انه في عنا هلا احنا برج الاسد نريد ان نرسم رسمه والحط هي برج الاسد لحط لكم اهم جموعتنا تقدير هاي السنة جماعة برج الاسد هي بيوامكانكم تعملوها البرمجة هي واحد من البرمجيات لحط لكم الصورة فيه برمجية تانية شايفين كل اللي دارس معي الهندس الكونية بيعرف قوة سر السقرب طيب هذا السقرب لكم موجود فكيف امكانك تحط برمجتك بالدائرة هون بالسقرب وكيف تستخدم هذا السقرب الى اشكال هاد شايفين هون هرمي كمان هاد هون كمان بمكاننا نستخدم طبعا هاد شكل من الاشكال اللي بيعطيك كتير قوة تمام من الاشكال اللي تعطيك طاقة هذا لجماعة برج الامر في عنا الاشخاص اللي بفوتوا بالخيال وبعالم اللاوعي الاشخاص اللي بدون يكونوا معهم تنين ورسوموا الرسمة بامكانك حط التنين تبعك يكون مساعد اليك بالحياة قطيتكم شغلات اطقنوها لبرمجتكم بحياة تكون والصور هاي اللي حتلاقوها مجموعتنا بالتليجرام تابعونا برجع بقلك في شغلة كمان رزيلة شوي بس تفهموها رأس العضو الذكري شو شكله طلع على عضوه وذكر شو شكله وعرف القوة الرهيبة اللي موجودة بهالشكل هاد اللي ليش بتخلي مرتك او المرأة تشوفك وتعجب فيك وانتي فرجك شو شكله القوة هي الرهيبة اللي موجودة في فرجك هو سبب الرجل انه شاي لاحقك وبيقول عندك حبيتك فاذا انتو برمجتوا اعضائكم التناسلية على القوة اخدتوا الجمال والقوة الرهيبة واذا برمجت دماغك هذا الراس اللي انت عشايلو خليه راس يكون راس يكون مراسخة مراس زهرة خليه يكون راس يحوى الكرة الارضية كله العلوم كله برمجوا على العلوم مت برمجوا تحطوا بشعفة الطابة الناس عم يشوطوها بجريهون لا حطوا الطريقة انك تكون انت تستوعب الكون والكواكب والقرى الارضية وطاقة وفي جغواتنا فوقك تستقبل الطاقة من الكون لتأتي تستقبل الرسائل برمج على راسك اقول انا راسي هاد بدي اسحب طاقة من الكون وانت نايم اسحب رسائل من الكون عرفوا قيمة كلامي لح تتغير خياتكم كونوا خير